السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي ومشاهدي عالمنا عالم الزراعة الممتع طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم نتكلم مع بعض على نبات كتير رائع وجميل وكيف نعتني فيه وكيف طريقة الإكثار وتعالوا نتعرف مع بعض على نباتنا اليوم نباتنا اليوم هو نبتة رائعة جدا جميلة جدا نبتة داخلية هو نوع من أنواع النخيل نخيل أريكا أو ديبسيس لتسونس أو تعرف أيضا بنخلة الفراش هاي النخلة الرائعة أو النبتة الرائعة الجميلة لها مميزات عديدة وفوائد كثيرة هنتعرف عليها إن شاء الله وكيف نعتني فيها وكيف طرق التكاثر وأذكركم بأنها نبتة كتير مفيدة جدا للإنسان وعظيمة جدا وتستخدم في التنسيق الداخلي في المنزل أو في داخل المنزل أو في المكاتب أو في الشركات زي ما احنا شايفين قدامنا ما شاء الله تبارك الرحمن هاي تضع في زوايا المنازل لتعبئة الزوايا كمنظر جميل ورائع زي ما احنا شايفين اخترنا لكم بعض الصور وتمنى أن تنال إعجابكم ونتكلم على هاي النبتة الرائعة وفوائدها العظيمة التي سنتعرف عليها إن شاء الله هاي النخيل الاركة هي موطنها الأصلي متغشكر هذه النخلة ممتازة لتعبئة الزوايا زوايا المنزل بأوراقها المائلة للخارج يمكن تميزها عن باقي أنواع النخيل الداخلي مثل الكنتيا أو نخلة الردهاد بسعفها المقتض والمتراص بجانب بعض بخط متناسق حول السيقان بعكس النوعين الآخرين المذكورين آنفا فإن سعفهما واسع متباعد وتعتبر الاركة من النباتات المنقية للجو حسب الدراسة التي أجرتها ناسا في السمانينيات الميلادية حيث زادت شعبيتها فقد تمت دراسة خمسين نبتة من حيث قدرتها على إضافة الرطوبة للجو المحيط وتنقيته وسهولة رعايتها وأحرزت الأركة المركز الأول في جميع هذه المعايير فضلا عن أنها غير سامة للإنسان أو الحيوانات الأليف فهذه النبتة الرائعة نخيل الأركة هذه النبتة فعلا رائعة جدا آمنة داخل المنزل يعني تضحها في أي مكان في المنزل طبعا يكون فيه إضاءة وبعيدا عن شعة الشمس وهي آمنة جدا بالنسبة للأطفال والصغار والكبار وحتى للحيوانات الأليفة فهي نبتة غير سامة نبتة آمنة جدا داخل المنزل وكما نراها في الصور أمامنا ما شاء الله تبارك الرحمن منظرها كثير رائع وجميل في المنزل ونعتني فيها سهلة العناية ونبتة رائعة جدا تنمو نخيل الأركة لتصل تقريبا لمترين أو إلى ثلاث أمتار تقريبا وأفرعها الجديدة تنمو من الجزور مباشرة لذا تكون مكتنزة وهي عموما من النبتات بطيئة النمو تحتاج إلى إضاءة ساطعة أو مكان متوسط الإضاءة أو إضاءة ساطعة بدون شمس مباشر يعني بعيدها بقدر الإمكان بعيدا عن الشمس المباشرة درجة حرارة الغرفة هي الدرجة المناسبة لها أي من 18 ل 27 درجة ماءوية فهي في أي مكان في الغرفة فلا تحتاج إلى مكان مميز أو كذا لا هي في أي مكان في المنزل حيث تجد فيه الإضاءة فدرجة 18 ل 27 درجة ماءوية تقريبا لا تروى حتى يجف السطح العلوي للترب هذه النبتة كثير حساسة للمي فنرويها بالنسبة للرأي نرويها حينما تجف سطح التربة يعني بنحافظ على التربة تكون دائما رطبة لا نتركها حتى تجف ولا نعطيها كسرة في المياه لأن الإفراط في المياه كما كنا وسنقول دائما الإفراط في المياه المستمر قد يسبب تعفن في الجزور ونخيل الأركة نبتة محبة للرطوبة لذلك يفضل رش الأوراك برزاز الماء بشكل منتظم يجب تغيير الحوض أكبر عند امتلاء الحوض بالجزور ويكون ذلك كل سنتين إلى ثلاث سنوات يعني أنت بتشوف النبتة قدامك إذا الحوض متعبي لنهاي النبتة نخيل الأركة فروعها تخرج من الجزور مباشرة فتقتض بالفروع فتملأ الأور خصيصا لو زرعها فيه أور صغير بتعبي الأور بفترة بسيطة فلذلك للحفاظ على نبتتنا الجميلة الرائعة يجب علينا أن ننقلها في أور آخر حينما يمتلئ الأور التي هي مزروعة فيه وهذه العملية لا تتم بسرعة لأنها بطيئة النمو فممكن بعد سنتين أو ثلاث حسب النبتة التي تشوفها قدامك من سنتين لثلاث سنوات بتنقلها في أور أكبر حسب ما بتراها أنت أمامك إذا كان الجوة المحيط بها جاف فقد تصاب بالعنكبوت ولهذا تحتاج إلى رش كثيب بالماء بين فترة وأخرى وقد تصبح أوراقها صفراء أو منقطة ببقع بنية وهذا يعني أن تربتها جافة أو أنها تلقت سماد زائد أو تكونت أملاح على التربة وتسمد الأركة بسماد متعدد الأغراض مرة في الشاه عدى فترة السكون بشتاء أما عملية الإكثار فهي تتكاثر بالبزور أو بالتقسيم ولكنها صعبة أحيانا أنك أنت تجد بزورها فأي سهلة أو صعبة لأي حد أنه يكاثرها أو لازم تحتاج إلى متخصص أو بإمكانك بشوي شوي تقدر برضو تأخذ الفسائل من جانبها أو تقسيمها تقسيم النبتة نفسها إلى أجزاء وتضعها في أوار آخر أو الصيص آخر بتربة خفيفة هي زي ما حكينا تربة البطمص هي أفضل تربة للتعقيل أو نقل الفسائل أو التربة التي صنعناها معا بفضل الله تعالى وإن شاء الله بتكون أمورها بتكون نبتة جديدة مميزة رائعة جدا تقدر تستخدمها في مكان تاني كنبتة أخر وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة والمهمة على هذا النبات الرائع الأركة هو نبات رائع جدا فلا تنسى الصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ولا تنسى اللايك والشير والاشتراك بالقناة حتى يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته